خلال متابعته للاستعدادات النهائية لعقد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الفندقية بشرم الشيخ والممشى السياحي واستمع لشرح حول مستجدات أعمال ممشى السلام السياحي الذي يتم تنفيذه بطول ستة كيلومترات على الجانبين بطريق السلام لافتا إلى ما تم من أعمال للتوسعة للطريق وكذا أعمال إعادة الرصف والمشيات والإضاءة والتنصيق للموقع العام كما تم استعراض ما يتعلق بالمحال التجارية بالممشى وشبكة الإنترنت المجاني